السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب الشعب المعمارية لخصص عمال البناء الصف الثالث أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتميز في بيتنا مدرسة النهاردة حلقتنا مختلفة ومتميزة ومن نوع جديد النهاردة هنبدأ نمهد لشبابنا المتميز والمتفوق اللي بيتمنى أنه يجيب مجموعه ويكمل إن شاء الله في القليات أو المعاهد النهاردة إن شاء الله هنبدأ نمهد لهم ونعرفهم المواد الدراسية اللي هيبدأ يتعامل معها في العام الدراسي الجديد إن شاء الله ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا عام دراسي سعيد عليكم وربنا يوفقكم ويتحققوا كل أحلامكم إن شاء الله والنهاردة هنبدأ مع بعض كده هنسرد المواد الدراسية في الأول اللي حضرتك هتدرسها النهاردة ومدى فائدتها عشان ما تحطش في دماغك إن المواد ديت إن هي مجرد بس مادة هتخش هتمتحن فيها مجرد أسئلة وتخلص وتكمل وبعد جدوات تكمل لا دي ممكن تنفعك في حياتك العملية بعد جدوات أو ممكن تتوظف بيها تشتغل بيها يعني إحنا مكملين مع بعض إن شاء الله وأتمنى إن حضرتك تستفاد ومع بعض كده هنبدأ نسرد المواد الدراسية بتاعتنا أول حاجة المواد الدراسية بتنقسم إلى نوعين مواد ثقافية ومواد فنية حضرتك عارف المواد الثقافية تبقى اللغة العربية واللغة الإنجليزية دي دراجتها من خمسين دراجة خمسين دراجة للغة العربية خمسين دراجة للغة الإنجليزية وعندنا مادة الرياضيات من أربعين دراجة وعندنا مادة احنا قلنا العربي والرياضة والإنجليزي والفيزياء يبقى الفيزياء والرياضة أربعين دراجة واربعين دراجة عندنا اللغة بتاعتنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية دي بتبقى من خمسين يبقى حضرتك لو حسبتها هتلاقيها من 180 درجة مجموعة المواد الثقافية نيجي بقى للشق التاني اللي هو شق التخصص بتاعنا وعصب التخصص بتاعنا اللي حضرتك بتركز عليه وتهتم بيه شوية لان درجاته بتبقى يعني مهمة بالنسبة لنا وبتفرق معاك في كل درجة وفي نص درجة بيفرق معاك اول حاجة في المواد الفنية بتاعتنا مادة الرسم الفني دي من 100 درجة هيو مادة الرسم دي هتقول لي مثلا انا السنة اللي فاتت كان فيه ظروف لا السنة دي السنة دي ان شاء الله هنتعامل مع بعض ونبدأ ان شاء الله نشغل خطوة خطوة بامر الله احنا عارفين ومقدرين الظروف اللي عدت بيها البلد السنة اللي فاتت ظروف جائحة كورونا وكده هوت ان شاء الله هنستفاد السنة دي مع بعض ونهتم مع بعض كده هوت ان شاء الله ونشتغل ونحصل على المية الدرجة دي يعني يوم ما نقل يعني 98% ان شاء الله لان احنا مش عايزين نهدر من الدرجات كتير عندنا مادة الرسمي 100 درجة عندنا مادة التكنولوجيا اللي هي عصب التخصص اللي هي بتوصف لي الاعمال بتاعتي عبارة عن ايه وبتتنفز ازاي تمام المادة دي ب80 درجة عندي مادة الحاسب الالي ب20 درجة يبقى كده مجموعة 3 مواد دولار لوحديهم ب200 درجة هنركنهم على جنب نركنهم على جنب بعد جوهات هنكمل مع بعض في عندي مادة مساحة وعندي مادة حساب انشاءات وعندي ايه تاني مساحة وحساب انشاءات وتخطيط مادة تخطيط وإدارة الانتاج المادة دي زي ما انت اتعملت معها من السنة اللي فاتت او من سنة تانية بتبدأ تدرس مادة التخطيط وإدارة الانتاج ومادة المساح حضرتك درستها قبل كده مادة حساب الانشاءات دي بالنسبة لك مادة جديدة تمام لسه نزلالك السنة دي التلات مواد دولار كل مادة فيهم بستين درجة يعني التلات مواد بمئة وتمانين درجة نجمعهم على المتين اللي احنا كنا ركننهم على جم يبقى انت مجموع المواد الفنية بتاعتك من كام تلتمائة وتمانين درجة تلتمائة وتمانين اه تلتمائة وتمانين يعني يعملولي كم دولار في المية باشماندس يعملولي سبعة وستين تمانية وستين في المية عرفت انا مهتم بالمواد الفنية ليه لان دي هتفرق معايا مش عايزين نخسر حاجة في السبعة والستين دي ممكن يوم منقل مثلا واحد في المية او اتنين في المية من المواد الفنية لان مواد سهلة جدا وبسيطة ومميزة وسهلة ان حضرتك تفهمها ومش عايزين الطالب بتاعنا ان هو يحفظ المعلومة وخلاص وعلى كده لا قبل ما تحفظ لازم تكون فاهم لا التخصص بتاعنا بيعتمد على التخيل وان ان انت تحط الحاجة قدامك تتخيلها ازاي بتنفذها في الموقع او بتنفذها في القسم بتاعك في ورشتك ازاي بتتعمل كلام دوت بتحط الرسمة قدامك او بتحط الوصف قدامك المصطلح قدامك وبتبدأ تتكلم عليه وتوصفه دي بتبقى اسهل بالنسبة لك وبعد جدا من السهل اللي انت فهمته بتبدأ تسجله في ورقة يبقى حضرتك اللي بتسجله في الاجندة وتقعد تكتبه مرة واثنين وثلاثة حضرتك مش هتنسى ابدا احنا من ايام ما قلنا طلبة واحنا لسه الغيط دلوقتي في مواد احنا بنشتغلها من دماغنا لان احنا حبناها تمام وفهمناها واشتغلناها بادينا مرة واثنين وثلاثة وخاصة المواد الحسابية المواد الحسابية دي لو حضرتك ما زكرتهاش بالورقة والقلم عاملة زي السيبرتو كدوات يا باش مهندس السيبرتو دوت لو انت شلت الغطى بتاع الازازة من على السيبرتو خلاص الريحة بتاعته طارد يبقى حضرتك لو انت فهم معي في الحصة وما طبقتش في البيت ونفست في البيت وحلت مسال او تمارين كتير تمام حضرتك انسى ان انت تيجي مثلا الحصة اللي بعديها وكن فاكر الكلام اللي احنا قلنا المرة اللي فات لان حضرتك ما طبقتش وما نفستش الكلام ده فحضرتك اسمع معنا الكلام واللي احنا هنقوله نفزه وان شاء الله ربنا وفقك بأمر الله وهتحصل على المجموع اللي تتمنى تعالى بقى نكمل بقية المواد بتاعتنا تعالى نسوف ايه اللي احنا هنتناوله في حلقتنا الخاصة النهاردة ديت هنتكلم بس عن مادة واحدة من المواد اللي هي عصب التخصص برضو زي ما قلنا اللي هي مادة تخطيط وإدارة انتاج المادة ديت هنقعد نتكلم فيها عن الهدف من دراستها ايه حضرتك انت بتدرسها ليه بدرسها عشان اخد الستين درجة ولا بتدرسها ممكن تنزل بها موقع وتشتغل بيها وتبقى مهندس بتبقى مهندس اياس تمام بتبقى انت فاهم الشغل بيتمطر ازاي او بيتأس ازاي وبتحسبه في الجدول بتاعته وبتنزل مثلا في حاجة اسمها عطاءات العطاءات ديت والمناصات ديت انا بسمع عنها في الجرائد الرسمية بس انا ما عرفش عنها حاجة كلام دوت حضرتك هتعرفه معانا خطوة خطوة ومش عايزين ايه ننطل منهج بسرعة هيبقى فيش تياء وهتعرف كل حاجة في وقتها ان شاء الله تعالى مع بعض كدهوت نشوف معانا ايه اللي احنا هنقضي النهاردة في مجدتنا بعد الاهداف وبعد المحتوى اللي حضرتك هنشتغله انه ايه في خلال العام الدراسي كله تمام وازاي تذكر الكلام دوت وبيجرنا ازاي في ايه في صورة الامتحان بتاعنا تعالى نشوف مع بعض كده النقط اللي احنا هنتكلم عليها اول حاجة المادة بتاعتنا زي ما تكلمنا مع بعض اسمها المادة التخطيط وادارة انتاج اعمال ايه البناء لان كل تخصص لتخطيط بتاعه بالمباني بنحسب ازاي نحسب حف او خرصانة الخرصانة عادية او خرصانة مسلحة او اعمال البناء في تخصص الخرصانة بيدرس عصب التخصص اللي هو الخرصانة المسلحة وكل الكلام ده بيدرسوا واحدة واحدة طب تعالى نشوف مع بعض كده اول عنصر من العناصر اللي احنا هنشغالها النهاردة ان شاء الله في مادتنا الهدف من دراس المادة انا بدرسها ليه مغرد حشو بس كده هوت وكتب وخلاص ولا انا بدرسها ليه بستفد منها في ايه رقم اتنين المحتوى الدراسي للمادة المحتوى اللي انا هدرسه في المادة دي رقم ثلاثة اذاكرها ازاي المادة دي كيفية مذاقرة المادة اذاكرها ازاي رقم اربعة نمازج جايب لك نمازج لاختبارات نهاية العام عشان تشوف النمازج اللي امتحن بيجيلك ازاي وعشان تعرف ان المادة دي من تمانين درج التمانين درجة دي محتاجة شغل ومحتاجة مجهود وهنبدأ مع بعض اول عنصر اللي هو الهدف من دراس المادة ايه هو الهدف من دراس مادة التخطيط ودارة الانتاج تعال مع بعض كده اتبسطها لك الاول مادة التخطيط ودارة الانتاج دي اللي هي بتعتمد على قياس الشغل اللي انا هعمله في الموقع طب قبل ما تعمل القياس الاعمال او البنود اللي هي تنفزت في الموقع دي طب انت الهدف الهدف من المادة ايه الهدف منها ان انا اجهز طالب فني متمكن متمرس ان هو يقرأ الرسومات بتاعت ازاي رسومات ايه اللي دخل الرسومات في مادة التخطيط او ما هي لازم عشان احسب الكميات بتاعتي لازم اقرأ الرسمة بتاعتي لان من خلال الرسومات هحسب طول وعرض وارتفاع تمام احسب الكمية بنود الاعمال اللي انا هنفزها كمية بنود الاعمال هعمل بند حفر او بند خرصانة عادية او بند خرصانة مسلحة او هعمل حساب كمية المباني المباني ديت فيه عندي منها اعلى الطبقة العزلة وفيه منها اسفل الطبقة العزلة او احسب ازاي الطبقة العزلة ذات نفسها الكمية بتاعت الطبقة العزلة بحسبها ازاي ممكن احسب عندي كمية البلاط اللي انا هنفزه انا هبلط الارضية بتاعت الشقة بتاعت ديت عايز كمية البلاط بتاعتها ادي ايه أو مثلا هبلت السقف وعزله من الحرارة هجيب بلت اسمنطج ده وهبلت السقف تب أنا عايز decيميةة دي هعلمك كل البنوط ديت يا بشمانديس وحضرتك عارف إن احنا عندنا من سنة تانية الكلام دوت حضرتك عندك بيغو يه علم إن المؤيسة بتنقسم لإيه لنوعين ايه هما النوعين مؤيسة كمية ومؤيسة تسمينية مؤيسة كمية ومؤيسة إيه مؤيسة تسمينية المؤيصة الكمية دي لما أ'tkلم عليها هتنقسم برضو لنوعين يبقى أنا خدت جزء من أنواع المؤيصة اللي هي المؤيصة إيه المؤيصة الكمية هم قلنا في البداية عشان ما حدش تهمينه ويطلقبط يبقى المؤيصة بتنقسم إلى إيه النوعين المؤيسة كمية ومؤيصة إيه تسمينية المؤيصة الكمية هتتأسم لنوعين أو بتتعمل بطريقتين إيه هم مؤيصة ابتدائية ومؤيصة ختمية أو مؤيصة نهاية يعني هي الكلام ده المقاية الابتدائية اللي أنا بحسبها من خلال الرسومات اللي حضرتك قريت الرسمة بتاعتي الرسمة دي عبارة عن مصقة أفقي قطاع رأسي وجهة وجهة أمامية وجهة جانبية وجهة خلفية كل الكلام ده حضرتك بتقرأ الأبعاد بتاعتك الأبعاد الداخلية وفيه أبعاد محورية وفيه أبعاد خارجية كل الكلام ده حضرتك دي اسمها فن قرية اللي ايه Once تاعته أو المشروع بتاعه المشروع ده متكون من قطين من ثلاث قوات مثلا من ريسيبشن من صالون متكون مثلا مصنع او حسب مشروع والرسمة بتاعت اللي قدامي طيب بعد جدوات يا بشبانديس حضرتك من خلال الرسمة ده عملتي لحصر البنود الأعمال حصر الكمية الحفر حصر الكمية الخرصانة العادية حصر الكمية الخرصانة المسلحة حصر الأعمال المباني كل الكلام ده بتعملوله حص يبقى ده اسمها مؤيسة كمية ابتدائية مؤيسة كمية ايه ابتدائية طيب فيه نوع تاني من المؤيسة اسمه معايسة كمية ختمية المؤيسة كمية الختمية ده ان انا بخليك تجيب الشريط التيل وتنزل في نهاية الشغل بعد ما انتهى خلاص تمام تمام حضرتك بتنزل تقس على الواقع من خلال الواقع على الحطان وعلى الخرصانات تمام بتقس الكلام دوته وبتمطره وبتسجله في كشفات الكميات بتاعته يبقى المؤيسة الختمية يبقى الكلمة دي بتتحسب من ايه من خلال الواقع اللي تم تنفيذه ممكن يكون في الرسومات انا كنت رسم حوائد ممكن مثلا ايه واحنا في نص شغلك دوت شلت وعدلت وصاحب الشغل رحمدالة على اللوحة او على الرسمة بتاعتي او المشروع بتاعي اللي هو ترسم وتنفذ تمام المضى عليه ان انا عملت تعديل الكلام دوت بعلمي طيب الكلام دوت اعملت اعملت تعديل شلت حيطة او مثلا ايه حرقت عمود او زرعت مثلا عمود خرصانة تمام جديد اضافة على كمية اللي هي كانت في الاول يبقى من خلال الواقع بعمل حصر الاعمال الشغل من خلال الواقع يبقى دي اسمها مؤيسة ايه مؤيسة ختمية طيب نيجي بقى للشق التاني اللي هي المؤيسة التسمينية انا حسبتي في الاول مؤيسة ابتدائية تمام من خلال الرسومات وعرفت كمية بنود الاعمال اللي انا هنفذها مثلا هنفذ 200 متر مثلا ايه او 300 متر مقعب مثلا حفل 250 مثلا خرصانة او 150 متر مقعب خرصانة عادية مثلا 100 متر مقعب مثلا خرصانة مسلحة المباني هنفذ مثلا 5000 متر مقعب كل الكلام دو بينتق في نهاية البند بتاعي الكمية او الناتج لكل بند هيتم تنفيذه عايز ان اعرف الناتج دو الميزانية اللي انا حصلتها للمشروع او رصلتها للمشروع المبلغ اللي معي هيكفي ويغطي الشغل ولا هنقف في نص الطريق عشان اعرف الصرف طب تعالا بقى الكلام دو انت عملت المعيسة الكمية اللي ابتدائية احولها الفلوس والاسعار والخمات انا هحتاج خمات اديه هحتاج كميات اديه للاعمال داية والفلوس اللي معي اسعر الكلام ده اجيل لما اجيب عامل العامل دو تيومية اديه هل هيشتغل بالمليومية ولا هيشتغل بالمصنعية بالمتر في اليوم مثلا كل الكلام دا بيتعمل في المعيسة التسمنية طب تعالا بقى مع بعض بعد التوضيح ده باش مهندس رقم واحد اعداء الطالب فني يستطيع قراءة الرسومات الهندسية وكيفية حساب كميتها بعلمك ان انا اجه الصالب فني يستطيع قراءة الرسومات الهندسية وكيفية حساب كميتها كميت ايه حساب كميتها اللازمة لكل بند من بنود الاعمال المرات تنفذها زي ايه البند اللي انا هنفذه دوت فيه عند بند حفر فيه عند خرصان عادية فيه عند خرصان مسلح فيه عند مباني فيه عند بلاط فيه عند طبقات عزلة كل الكلام ده اسمه بنود الاعمال اللي انا هتم ايه هيتم ايه تنفذها وذلك بعمل المؤيسة الكمية وذلك بعمل المؤيسة يبقى أنا بعلم الطالب وبجهزه أنه يشتغل إزاي يجهز لمؤيسة ابتدائية النقطة رقم اتنين تعليم الطالب الفني مضمون المناقصات المناقصات والعطاءات وطريق التأديمها وفق الشروط التي تمكنه من ممارسة هذا العمل بعد تخرجه يعني ييجي بسا بعد ما ييجي يتخرج ان شاء الله يبقى ايه يتمكن من البند المؤيسات وعرف ازاي بيتعمل وعرف الكشفات طب ازاي بقى يخش مثلا المناقصة وايه هي المناقصة دي ولما يفتح مثلا جريدة رسمية بيلاقى مثلا في نص الصفحة من تحت كده مناقصات وعطاءات فيه مثلا شركة كذا او مثلا المكتب معماري فني كذا بيسمي الاسم بتاعه تمام بيقولك يعلن عن تنفيذ مبنى مثلا لفيلا او مثلا لمصنع او لشركة او لمستشفى هيسمي لك الليه كلام دوت ويقولك البنود المراد تنفيذها باندي واحد اتنين تلاتة اربعة ويسمي لك البنود تمام وفيه كراسة مواصفات او كراسة الشروط والمواصفات والعطاءات كراسة ديت بعد بما حضرتك بترسم الرسمة بتاعتك يا باش مهندس تمام مش هنيجي بقى على القوضة ديت هكتبلك في كل قوضة تشتيبها ايه تشتيب الحوائط تشتيب الارضيات تشتيب مش عارف الاسقف يبقى هتلاقي الرسمة كلها تمالك كتابة يبقى انا اول بدل اما بوز الرسمة بتاعتي واملها كتابة وكل قوضة هنقعد نكتب على الرسمة بتاعتي مواصفاتها وهسلمها ازاي من المقاول تمام لا باجي على جنب جدوات في اسمها حاجة حاجة اسمها ايه كراسة الشروط والمواصفات بيبقى فيها العقد الرسمي اللي مابيني ومابين المكتب الهندسي مابين مين مابين صاحب الشغل اللي هو صاحب العمل اللي هو صاحب الموقع تمام ومابين المكتب الهندسي مكتوب فيه كل البنود اللي احنا هنتفق عليها عشان اللي يخلي بالكلام دوت فيه شروط جزائية هنتحاسب عليه وفيه فلوس بتدفع وفيه جزاءات بتدفع ولو خلص وانجز في المعاد بيبقى فيه مكافئات زي منه جزيه ممكن اكفقوا لو خلص الشغل دوت كل الكلام دوت بيكتب حضرتك طيب بعد جواب اكتب بقى المواصفات الخاصة لكل بند يعني ايه الكلام ده يعني انا هاجي مثلا في كورصة المواصفات هكتب ان انا هستلم منك بند الحف انه هو متأس بالمتر المكعب متر المكعب يعني ميم قص ثلاثة يعني ثلاث حاجات مضربين في بعض طول في عرض في ارتفاع ميم قص ثلاثة يعني متر المكعب يعني ثلاث حاجات مضربين في بعض اللي هم ايه طول عرض ارتفاع يبقى انا بضرب الطول في العرض في الايه في الارتفاع تمام بقوله انا سلم منك بالمتر المقعب بند الحف بالمتر المقعب حف في الارض الارض عادية او ارض رملية او ارض طينية بنحدد الكلام دوت على نوع الجسة اللي انا هعملها في الارض هجس يعني هعمل زي الصنار كده او منظر لطبيعة الارض ديت لغاية ما وصل للطبقة السطحية الصلبة اوصل للطبقة الصلبة على عمك ادي ايه على عمك مثلا 6 متر ولا 8 متر ولا 20 متر وهحدد لها الاجهزة اللي انا هشتغل عليه طيب بعد جواك يا باش مهندس بعد ما بنعمل كراص الشروط ديت وبنحدد فيها البند بقوله هستلم منك البند الحفر ده انه هو 100 اس بالمتر المقعب في ارض مثلا كزا تمام وبعد جواك على ان يتم ضبطه على الادة والميزان هستلمه منك على الادة والميزان ويتم غمره بالمية لازما يا باش مهندس اغمره بالمية اغمره بالمية ليه لانه ممكن تكون الارض الارض دي او التربة ديت تكون رملية وتحتها سخور السخور دي فاضية لما لما ملاها مية او اغمرها بالمية الرملة دي هتنزل وتملالي ما بين السخور وجيب مندالة اللي هو ارسي معدنك دوات واعد ادك الارض ديت لغيه لما تضغط وتخش جوه بعضيها وما يبقاش فيه فرصة ان هي تهبط من تحت تمام ويتم دك ليه القاع الحفر جيدا بالمندال ويتم ضبطه بليه على الادة والميزان ويتم سند جوانب الحفر يتم سند جوانب كل الكلام ده بيكتب في مواصفات باند ليه ده باند بس واحد كل الكلام ده حضرتك كنت هتكتبه في الرسمة نيجي بقى الباند الخرصانة العادية نيجي الباند الخرصانة المسلح لا باش مهندس باعلمك كل الكلام ده في باند المناقصات والايه والعطاءات وهنتكلم كل كلام ده بالتفصيل مع بعض رقم ثلاثة مع بعض كده تمكين الطالب الفني من معرفة تقدير تكلفة الاعمال قبل البدر في تنفذة كلام ده واتحنا قلناه اه ان هو يقدر التكلفة عن طريق ايه مؤيسة كمية لا يا باش مهندس انا فهمت منك اللي انت قلته ان انا بعد ما بعمل الرسومات بتاعتي بعمل مؤيسة ايه بعمل مؤيسة تسمينية بعد ما بحصل على اللي هو كميات بنود الاعمال تمام باند الخرصانة العادية تلع مثلا ميتين ميتين متر مكعب خرصانة عادية طب الميتين دولت هيكلفون ايه هيكلفون ايه الزلط او دقشوم تمام ورم واسمن طب الخمات دي كمياتها الدية عشان لما اروح للراجل ما عدش هتلاجل كده اقول له ايه اصلا انا هنفذ مثلا ميتين انافذ مية وخمسين هيدحك علي هيقول لي ده مش فاهم حاجة لا لما حضرتك تبقى فاهم من انا هنفذ الميتين الميتين دولت يغطوا لقد دي خرصان محتاجين قد ايه رم محتاجين قد ايه اسمد محتاجين قد ايه اللي هو الدقشوم الكسر الابيض او الزلط كبير تمام لان انا عندي نوعين من الزلط اللي هو الركام النوع الصغير والنوع الليه الكبير الزلط دي الكبير والزلط الايه الصغيرة اللي احنا بنسميها فينه الزلطة فينه دي بتتحطي في الخرصانة المسلح عشان تبقى سهلا انها تخش ما بين حديد التسليح والخشب ما تبقاش ايه ما تعشش ليش الخرصانة او تسوص للخرصانة يا باش مهاندس يبقى لازم من في الخرصانة المسلحة استخدم اللي هو السن او الزلط الصغيرة الزلط الصغنة بنسميها زلطة فينه تمام طيب بستخدم في الخرصانة العادية عشان ما فهاش حديد تسليح يا بشمهندسين باستخدم ايه باستخدم الزلاطية الكبيرة عشان تاخد معايا مساح طب كمياتها اديه طب بعد ما بحسب الكميات ديت يا بشمهندس اصعارها احسب التكلفة بتاعتها عشان لما اروح للراجل تمام اقول له انا عايز مثلا ايه 6 متر زلط او عايز 15 تكلفتهم قد كده لان المتر الزلط عامل قد كده حضرتك فاهم مش هيقدر يضحك عليه تعالوا مع بعض جدواتني كمل مع بعض تمكين الطالب الفني من معرفة تقدير تكلفة الاعمال قبل البدء قبل ما ببدأ في التنفيذ وذلك بمعرفة نوع وكميات المواد والخامات اللازمة لتنفيذ كل عملية بعمل الميسا الايه تسمنية تعالوا للنقطة رقم اربعة ودي الهدف الاخير لنا هستفد من مادة حساب الازاي احسب التخطيط بتاعي التخطيط وإدارة الانتاج احسب الكميات بتاعي اللي عنصر رقم اربعة تمام الهدف منه ان انا هدرس اكساب الطالب الفني خبرات عمل المؤيسة الختمية والكلام دوت احنا غدتنف في بداية ايه الحلقة المؤيسة الختمية بناء على الكميات المنفذة فعلا بالموقع من خلال الواقع طب تعالى بعد جدوات ننتقل ليه عنصر جديد ايه هو المحتوى الدراسي لمادة التخطيط وإدارة الانتاج المحتوى بتاعي دوت يا شباب بيبقى عبارة عن ايه المحتوى بيبقى عبارة عن زي ما تكلمنا في الاول جزء مواصفات وعطاءات ازاي اعرفك ايه هي المواصفات والعطاءات وتتعامل مع الشركات او المكاتب الهندسية وايه هي لو انت مثلا راجل مقاول او صاحب مثلا شغل صاحب العمل ايه حضرتك هتتعامل مع الناس زيت ازاي لو مسموح لي ان انا اشتغل بالليل في برضو قرار ان حضرتك مسموح لك ان انت تشتغل ليلك بس بتصريح لو حضرتك بسا هتعمل تعديل في مثلا في المبنى حضرتك كصاحب عمل بتروح لمكتب هندسية عند حتة ارض وعايز انافزها انافزها دي ابني عليها فيلا او عايز ابني عليها مصنع حضرته بيروح مرسم لك بعد الرسومات تمام لغاية الليه لغاية ما توصل للفكرة اللي حضرتك عايز بعد ما توصل للفكرة بتاعتك اللي انت عايزها ديك بيرسمها لك بيرسم لك تلات لوح مسقط افقي وقتع رأسي ووجه اول وجهات اللي اربع وجهات بتاع المشروع بمقياس رسم واحد لمية مقياس رسم واحد لمية حاجة صغيرة كده فكرة صغيرة تمام تبقى انت معاه لغاية ما نوصل لاخر تعديل وتمامي تمام حضرتك رسينة على الرسمة دي مش هتتغير بروح جاي باشماندس حضرتك بقى امضيلي على الرسمة دي ان حضرتك وفقت عليه عشان الموضوع مش ايه مسهلك دوت او احنا عادين ما بيننا وما بين بعضنا ويتحل لا ده ممكن لو حصل اي خلل في الكلام دوت ممكن مبنى اللي قدر الله يقع ينهار مش عارف ايه فيها مشاكل لا حضرتك موافقة على الكلام دوت واللوحة دية مكتوبة عليها اسم المكتب الهندسي يعني كلها مربوطة ببعضية تمام طيب مضيت لعلى الكلام دوت على اللوح دي بالموافقة ان حضرتك صاحب الشغل او صاحب العمل موافق هنبدأ نتحرك في الخطوة اللي بعديها نعمل اللي هو ليه الموايسة الكمية ازاي نعمل نحسب بنود الاعمال اللي احنا اتكلمنا عليه الخطوة اللي بعديها احسب الاسعار بتاعت اللي ايه الموايسة بتاعتي بعديها انا ازلها في منقصة او عطاء اعلنها بشكل رسمي او مثلا في طريق اسمها طريق تكليف ان انا عارف مثلا مئة والكويس تمام وصمعته كويسة بتدي له امر تكليف احنا عارفين بتتفق المئة وال وصاحب العمل بنتفق او المهندس صاحب المكتب تمام بتتفق وبقول له ايه انا اعرف واحد صمعته كويسة وراجل امين وهيعمل الشغل دوت وفي المدة والزمن المحاد خلاص يبقى ده اسمه امر تكليف في حاجة اسمها امر بالليه مش امر بقى في حاجة اسمها منقصة او عطاء بيتم اعلنها تمام وبتحدد لها تاريخ وحضرتك بتعمل المناقصة بتاعتك جداول الكميات بتاعتك وبتعمل لها بتعمل الاسعال لكل بجد من البنوط ديت وبتتحط في مظروف وبيتشمع بالشمع الاحمر وبيتسلم في تاريخ غايته اللي هو المدة المحددة اللي مكتوبة في الجرنال بعد ما بتسلم كورسة الشروط من المكتب تمام وبتدفع قيمتها طيب حضرتك دي ورحت الشارك كورسة الشروط وفارح بقى كله داقل بقى بيشتري لا عشان تثبت الجدية بتاعتك ان انت راجل جدي في الشغل بتاعتك بتروح تدفع قيمة 2% من العطى بتاعتك المبلغ اللي انت قيمته في الظرف تمام بتروح تدفعه وبتسجله مثلا في بنك من البنوك وبتدقيه وبتحط من ضمن الإجراءات بتاعتك أو أوراق بتاعتك في الظرف تمام اللي هو قيمة العقد أو العقد اللي ابتدائي تمام بتحط قيمة 2% هنيجي بقى بعد جدوات المكتب هيروح بيه يعلن لك تاريخ فتح المظاريف فتح المظاريف داية هنيجي مثلا بعد عشر تيام المظاريف داية هتتفتح في تاريخ معين كذا تمام المقولين كلهم هيتجمع على ترابيزة واحدة هنفتح المظاريف هنوصل لأقل تكلفة في المظاريف داية في واحد دفاعي مثلا هيعمل للشغل دا مثلا بمليون في واحد مثلا بنصف مليون دا مثلا بتلات تربع مليون أنا ليه إن أنا هعمل للشغل بتاعي بجودة عالية وبكفاءة وأفضل خمات تمام وبقى أقل سعر ما رحش بقى أقول مثلا إيه أنا جيب أبو مليون مثلا وأنا عندي أبو نص مثلا أو بربع أو تلات تربع لا يا باشمانز ما إحنا كلنا مشترطين على الكراسة إن اللي هيعمل أبو مليون هو هو اللي هيعمل أبو نصف مليون يبقى أنا ليه الميزة بتاعتي إن أنا أعمل الشغل بتاعي بكفاءة عالية وبجودة وبخمة أعلى تمام وفي نفس الوقت بتكلفة إيه أقل طب تعالنا بعد نشوف مع بعض المحتوى الدراسي لمادة التخطيط أول حاجة إحنا تكلمنا عليها الباب الأول اللي إحنا هنتكلم عليه إن شاء الله وحدة وحدة العطات والإيه والمنعصات الباب الثاني اللي هو حسب إيه حساب الكميات وإحنا تكلمنا عليها وغطناها فمش محتاج إن إحنا إيه نتكلم عليها أكتر من اللي إحنا تكلمنا في بداية الحال عند أنواع المؤيسات كمية وإيه وتسمنية وقرنك للكمية اللي هي مؤيسة كمية ابتدائية ومؤيسة إيه مؤيسة ختمية الباب الثالث مؤيسة كمية ابتدائية عمل مؤيسة كمية ابتدائية لبعض المشروعات المعمرية خلي بالك بقى حضرتك لما بتيجي تعمل مشروع تمام لازم تحدد لازم حضرتك تحدد المبنى ده تم إنشاءه بطريقة إيه أنا عندي طرق كتل للإنشاء بس حضرتك مقرر عليك إن أنت هتدرس في المؤيسات بتاعتك طريقة الإنشاء بطريقة الحوائل الحملة وبنظام الهيكلي حوائل حملة آه يعني النظام البلدي بتاعنا اللي إحنا بنشوفه عندي مثلا البيت رحت عملت مثلا قاعدة شريطية كدوات مستمرة تحت الجدران وطلعت بالحوائل بنت الحوائل فرقت بس فيها الببان والشبابيك وروحت صبت الخرصانة على الحوائل عشان كدوات أنا سميتها إيه حوائل حملة هي اللي شايلة الأحمال اسمه إيه حوائل حملة هي اللي شايلة إيه هي اللي شايلة الحملة بتاع بلط السقف وهي اللي شايلة إيه الحملة بتاع القمرة قمرة حملة القمرة وبلط السقف من اللي هيشيله اللي هيشيله اللي هو إيه الحوائل الحوائل عشان كدو أنا سميتها نظام إيه الحوائل الحملة فيه عند النظام التاني تمام النظام الهيكلي النظام الهيكلي إن أنا بعمل العظم بتاع المبنى بتاعي من أوائد عادية وقاعد خرصانة مسلحة وميد وبعد جوات يا بش مهندس بطلع بالعمدان والعمدان دي اربطها من زي ما ربطتها من تحت بالميد بربطها من فوق بالقمر وصب بلط السقف في الحالة دي الحطة ملهاش لازمة الحطة بقت اصبحت عبارة عن ايه عبارة عن سطارة ممكن اشيل الحطة دي من هنا وانقلة هنا تمام ووسع على نفس بدل الموطن اخليها قدام افتوح على بعديه يبقى انا عملت العظم العصب بتاع الجسم بتاعي اللي هو المنشأ بتاعي عشان كده انا سميته ايه النظام هيكالي اما الحواتي الحاملة هي اللي شايلة بالط السقف فما ينفعش ان انت تشيل حطة من مكان لمكان لو شيلتها حضرتك هتأثر الحمل ممكن يحصل تقويص للايه لبلط السقف طب تعال مع بعض جدوات نكمل عمل مؤيسات كمية ابتدائية لبعض المشروعات المعمارية البسيط والمتنوعة بحيث تتضمن مع بعض كده نظام الحوائط الحاملة او النظام الايه الهيكالي على ان تشمل بنود الاعمال الاتية اول حاجة اعمال التربة انا لما اشتغل في التربة هاعمل ايه لا اعمل حف اعمل حف او اعمل رد او انقل الليه او انقل ناتج الحفر المسافات ايه بعيدة يبقى اول حاجة حف او رد او نقل الايه الاتربة رقم اتنين اعمال الخرصان ده بند رقم اتنين هنشتغل برضو عليه اعمال الخرصانة العادية طب هتعملها لزوم ايه بعملها لزوم حاجة من الاتنين لا اعمل اساسات اللي هي مثلا ميد او بعملها اواعد خرصانة عادية او بعملها الفرشات اسفل البلاط اللي هي طبقة الدكة او بعملها طبقة ميول للسطح للسطح فوق مثلا عشان اعمل ميول مطر والمطر ما تتجمعش المياه ما تتجمعش على السقف مثلا من فوق في حتة واحدة وتعمل لي مثلا زي بركة كدهوت او حفرة مثلا بعمل يا باشموندس بروح وازن السطح بتاعي وبرح اعمل له طبقة اللي هي طبقة الميول او خرصانة الميول ديت بحس ان المياه ديت تتجمع كلها نحية جهال نحية حاجة في الاعمال الصحية كده بنسمها جرجوري الجرجوري دوت بيبقى متوصل بعمود المطر بتنزل في قلب العمود بتاع المطر دوت او عمود صرف او عمود الصرف وبعد جهت منها للايه للايه مثلا لغرفة التفتيش في البيت او مثلا بوصلها لايه للشارع او للايه لبلع مثلا موجودة في الشارع تمام يبقى ديت اسمها طبقة ميول لايه السطح او الاسطح تب تعالوا مع بعض كده احنا وصلنا للخرصانة العادية البند رقم 3 اعمال الخرصانة المسلحة اعمال الخرصانة الايه المسلحة هتعملها ايه الخرصانة المسلحة ديت الخرصانة المسلحة ديت بعملها الاواعد للاساسات يعني الاساسات ديت ممكن تكون اواعد ممكن تكون ميد تمام طيب ده بتنسبة للأساسات طب ايه تاني بعملها للعمدان وممكن اعملها بعد العمدان ممكن بعملها للاعتاب اللي هي فوق بتغطي الفتاحات بتاعت فتحة باب او شباك حاجة اسمها اعتاب وهنتكلم عليها تمام بعمل الخرصانة المسلحة للقمرات وبلطة الأسفت على مع بعض كده نشوفها أعمال الخرصانة المسلحة لزوم أواعد ميد على مع بعض كده ونركز أواعد ميد أعمدة أعتاب قمرات وبلطة السف ده بالنسبة لبند الخرصانة المسلحة حضرتك لما نشتغله هنشتغل على الأساسيات بتاعتنا دي اللي هي الأواعد والميد والأعمدة والأعتاب والكمرات وبلطة السف لما نجي نشتغل للمباني زي ما قلتلك في بداية الحلقة في عندي جزئين من المباني أو بأس من المباني جزئين في عندي مباني أسفل الطبقة العزلة ومباني أعلى الطبقة العزلة في عندي أعمال الطبقة العزلة يعلمك يطلب منك إزاي تحسب كمية طبقة العزلة سواء للحوائط أو للإيه للأسطح يطلب مني في المشروع بتاع أعمال الطابليطات أعمال الطابليطات دي بلطت لزوم الأرضيات الأرضيات بتاعت الشقة عندي أو للفيلة مثلا أو للمصنع أو بلطت لزوم الأسطح عشان أعزلها من الحرارة كل البنوط دي اللي هي حضرتك بتطلب منك سواء المشروع بتاعي جالي خرصانة معمول بالإيه بالنظام الهيكلي أو معمول بالنظام إيه الحوائط الحاملة وإزاي هعرفك أن أنت تتفرق ما بين المبنيين أو النظامين إزاي تعرف المشروع ده من غير ما هو يكتب لك في ورية الأسئلة مبني على نظام الحوائط الحاملة أو مبني على النظام إيه الهيكلي إزاي حضرتك تحدد باجي عند نوقة تقاطع تقابل الحوائط الأفقية مع الرأسية تمام لو في هنا عمود يعني حتة مظللة كده مثلا في التربيعة بتاعتي في الزاوية دي متأفلة مسودها لي يبقى ده عمود طبعا ما عمود يبقى ده وتمبني على النظام الإيه الهيكلي أما لما يكون حطة مع حيطك دوة وما فيش حطة مسودة هنا تمام يبقى ما فيش عمود يبقى الحطة متصلة بالحطة يعني الخط الداخلي للحيطة متصل بالخط الداخلي والخط الخارجي متصل ما فيش حاجة أطعاهم يبقى ده مبني على النظام الهيكلي وهنشوفوا الكلام ده في الايه في الامتحانات والنمزيج اللي احنا جايبينها طب تعالا ننتقل مع بعض كده الباب الرابع اللي احنا هندرسه ان شاء الله مع بعض حساب الخامات والتكاليف اللازمة حساب الخامات والتكاليف اللازمة لبنود الأعمال السابق ذكرها البنود بقى كان مثلا حف ازاي تحسب الخامات والتكاليف او تحسب مثلا تكاليف بند الحف ازاي تحسب تكاليف بند الرد ازاي تحسب خامات وتكاليف بند الخرصانة العادية او خامات وتكاليف الخرصانة المسلحة او خامات وتكاليف مثلا اعمال المباني كل الكلام ده حضرتك هنشتغل مع بعض عليه وتحسب اسبان الخمات 8 الخمات دي واجور العمال العمل اللي انا جايبه ده يا باش مهندس هيشتغل معايا العمل ده هيشتغل معايا بنظام اليومية يعني في اليوم الواحد مثلا ينفز لكمية مباني مثلا في اليوم الواحد 5 متر 5 متر مكعب مثلا لو هو شغال بالمتر المكعب مثلا او يعمل لي 40 متر لو هو شغال بالمتر المربع كلام ده يبقى في اليوم الواحد هيشتغل قديه ويوميوته قديه طب لو هيشتغل بالمصنعية يعني بالمتر الواحد مثلا ايه انا جايب مثلا 1000 طوبة او 2000 طوب الالفة هعملها مثلا ب500 جنيه او 600 جنيه كل الكلام ده هيتحسب معايا في الموايسة الايه التسمن ايه ازاي احسب اجور عمال معدل اداء العامل في اليوم الواحد بالمصنعية او في اليوم الواحد عند اعمال اعمال غير منظورة وارباح يعني الراجل المقاول اللي هيعد ده نسبة الربح بتاعته قديه هو هيعده كده يرقب ده ويتابع واستلب للنول الوطن ولا ليه الربح يا باشماندس هيحدد ليه في المسألة انه هو ربحه او مكسبه 10% او 20% هيحددها ونتعامل مع بعض ونحسب الكلام ده في الموايسة الايه التسمن ايه طب تعالى ننتقل لعنصر جديد ازاي اذاكر اذاكر مادة التخطيط دي ازاي باشماندسي نذاكر مادة التخطيط اننا اننا الحاجة اللي حضرتك بتاخدها معايا هنا تمام حضرتك بعد ما بنخلص بتمسك الكلام اللي احنا ذكرناه او احنا شرحناه وبتعيده من اول وجديد بس انت بغطي الاجابة انت معاك الرسمة او خدت مسلا الرسمة بتاعتك على الموبايل عملتها سكرينة ونزلتها مثلا او نزلت الحلقة وعملت سكرينة للمشروع ابدأ اشتغل الكلام ده اللي احنا اشتغلناه في جداول انت عملتها بس انت مخبل ايه الاجابة عشان ما تتحكش عليها وتقول لنا حلتز يا محضرت لا يا باشماندس انت مخبل الاجابة وبعد ما بتخلص حضرتك تمام بتبص بقى بتفتح الاجابة هل اللي انت حلته ده هو هو اللي اللي الاساس قاله في الحلقة ولا لا طيب حضرتك مثلا بعد كده هو تحلت صح تمام تمام واتمنت ان الخطوات اللي انت حلتها على الغيب هي هي اللي احنا قلناها يبقى حضرتك ممكن اروح منزل لك مثلا شيد او رسمة تمام وحضرتك تروح حليله او نفس الرسمة اللي احنا شرحناها بس غير الابعاد وابدأ اشتغل عليها من اول و جديد بدل الخمسة متر خليها مثلا خمسة ونص خليها ستة متر اللي اتنين متر خليها اتنين متر ونص المتر مثلا خليها متر وعشرين غير في الارقام واشتغل وانزل الخطوات بتاعت او اروح ايه او منزلك مثلا رسمة شيد متكون من الرسومات بتاعتي اللي هو المسقط الافق وقطاع الرأس والوجهة بارقام جديدة تمام وامشي نفس الخطوات اللي احنا مشيناها ونزل التعليق بتاعها او الخطوات دي يتعالى الحلقة من تحت في التعليقات وهنشوفها وانتبع مع بعض خطوة خطوة تمام يبقى حضرتك ركست ورجعت وزيه وسبت المعلومة في دماغك بالورقة والايه والقلم تمام خلاص انسى ان انت ايه تنسى الكلام دوت طيب في بداية المشروع لازم لها مفتاح المشروع بتاعي لمفتاح المفتاح ايه اول حاجة الرسمة دي يجيبها لحوات حملة ولا هيكلية زي ما هجيب لك في الرسومات كده هوت وانميز ما بين الاتنين تمام اول حاجة تعرف لان ده ليه طريقة في الحسابات الحوات الحملة ليها طريقة في الحسابات والهيكلية ليها طريقة في الحسابات وهنمشى واحدة واحدة مع بعض ازاي نذكر الكلام ده جيب لك معلومة كده بسيطة وصغيرة المراحل اللي بيمر بها تنفيذ اي مشروع عشان تبقى حضرتك عارف وعندك علم المراحل اللي هو بيمر بها اي مشروع في الدنيا ايه الخطوات او المراحل اللي بيمر بها في عندي مرحلة تحضيرية مرحلة بحضر الاوراق والمستندات بتاعته والكراسات زي ما انا قلتلك فقبل كده هوت وفي عندي مرحلة مرحلة التنفيذ المرحلة التحضيرية يا باشمان تستعال نشوفها مع بعض اي مشروع يمكن تقسيم عملية تنفيذ المنشاة الى مرحلتين او المرحلة المرحلة التحضيرية المرحلة التانية المرحلة التنفيذية هنتكلم على المرحلة التحضيرية النهاردة تتلخص المرحلة التحضيرية في الخطوات الاتية اولا التصميمات المعمرية تصميمات الايه حضرتك فاكر معايا في بداية الحلق قلتلك كان الراجل صاحب العمل بيروح للمكتب الاستشاري بيقول له انا عندي حتة ارض عايزك تعملي عايز ابني عليها مثلا فيلا او مصنع او شركة او كلام ده تمام بيروح رسم له تلات رسومات ايه هما مسقط افقي مسقط افقي يعني انا باصس على المبنى على حتة الارض من فوق لتحت ايه اللي انا هشوفه هشوفه عبارة عن مجموعة حيطان وجوه الحيطان دي داخل الحيطان دي فيه فتحات ابواب او شبابيين يبقى انا باصس على المبنى بتاعي من فوق لتحت يبقى ده اسمه مسقط افقي نظرا من اعلى لايه لاسفل طب بعد ما برسم اللوحة الاولى بمقياس رسم واحد لمية برسم اللوحة التانية ان انا جيت في الافقي اللي انا عملته ده وبتقطع بالسكينة كده تمام او بتقطع رأسي او بتقطع كده في الاتجاه الافقي ده تمام اسمه قطاع رأسي قطاع الرأس دوت يا باش مهندس عبارة عن ايه قطاع الرأس دوت ان انا هشوف الارتفاعات الراجل اللي برنى مثلا لما ييجي اشتغل هياخد الارتفاعات من القطاع الرأسي ارتفاع الاعداء المسلحة او ارتفاع الاعداء العادية او ارتفاع الميدة او ارتفاع العمود او ارتفاع الحيطة ارتفاع جلسة الشباك ارتفاع الشباك ارتفاع العتب او ارتفاعات القمر الارتفاعات ديت بس ايه الراجل بيستفاد منها في القطاع الرأسي ان هو بياخد الارتفاعات طب في الافق اللي انا رسمته في اول لوحة هاخد منه الاطوال طول الفراغ ده اديه عرض الفراغ ده اديه فيه شباك ولا ما فيه شباك الشباك ده هو طوله اديه وارتفاع الشباك هجيبه من رأسي ارتفاع الشباك وصمك الشباك هجيبه من ايه الرأس اما عندي اللي هو طول الشباك اللي هو متر او متر ونص هجيبه من اين من الافقي طول الباب بسا متر وعشرين هجيبه من الافقي الاطوال هجيبها من الافقي اما الاطوال وصمك الحيط او صمك الشباك هجيبه من الافقي عندي في القطاع الرأسي هجيب الارتفاعات عندي بقى بعجوات اللوحة التالتة اللي هي الوجهة عرفت تقرأ الرسمة ازاي عندي الوجهات عندي اربع وجهات ممكن يكتفيلي بس ان هو يرسملي الوجهة الامامية او الوجهة الجانبية مثلا الوجهة الشرقية او الوجهة الغربية او الوجهة الجنوبية تمام يرسملي الاربع وجهات بتاعت الاربع اتجاهات بتاعت ومن الوجهة دي اعرف ارتفاع الشبابيك برضو الوجهة الشكل الوجهة بتاعت من بره عبارة عن ارتفاع البلكونة او الجلسة بتاعت البلكونة من بره او الفرندة دي ارتفاعات اديه ارتفاع الشباك اديه لو ما جابش الارتفاع في القطاع الرأسي ممكن اجيبه من الليه من الوجهة يبقى الارتفاعات ممكن ارتفاعات الشبابيك استغلها او ارتفاع الابواب ممكن استنتجه منين من الوجهة فعشان ما تقولش مثلا ده ما جاي الرسمة في القطاع الرأسي نقصة لا ممكن حضرتك ما اسمش في الرأسي ممكن حضرتك تستنتجه منين من الوجه طيب يبقى التصميمات المعمرية اللي هم التلات حاجات في عندي تصميمات انشائية تصميمات انشائية في عندي بقى بعمل له لوحة بعد ما التصميمات المعمرية دي حضرتك بننفذها تمام وعملناها وصلنا للفكرة النهائية صاحب الشغل بيبدأ يمضيل عليها او صاحب العمل بيمضيل عليها ان انا موافق يا بشمانس ابدأ اخش المرحلة تانية او خطوة تانية تمام اللي ايه ايه التصميمات الانشائية تصميمات انشائية بعمل لوحة للأواعد والعمدان عشان ادي للراجل ينزل على الموقع تمام ويبدأ يشدلي الاكسات بتاعت العمدان والأواعد ويبدأ يحفر ويحدد لاماكن الاواعد ويحدد عمك الحفر ادي ايه يبا دي تسمعه لوحة الايه لوحة الحفر او لوحة الايه الاكسات العمدان والايه والأواعد طيب اللوحة بعد جهوات اللوحة اللي هو المسقط الافقي تمام اللي هو المعماري ابيل له الفراغات وصمك الحيطة اطول الحوائط والكلام ده بعد جهوات اعمل لوحة لوحة معمرية للقهرباء اديها المهندس القهرباء لوحة معمرية للي ايه كل الكلام ده بمكاسر اسمي واحد لخمسي اعمل لوحة للاعمال الصحية اديها للرجل بتاع الصح عشان يعرف الصرف تصريف الشغل بتاع فين والاماكن الحمامات والمنسيب والكلام ده تمام بعمل لوحة لعمال النجارة بعمل له لوحة وتفاصيل عشان يشتغل عندي كم باب الباب دوت طوله مثلا متر عدد الابواب اللي هي طولها متر ادي ايه هل هي مثلا عدده عشرة عدده خمستاشر عشان اروح منفز العدد ده كله مراحة عندي بالباب الفيلا دوت شكله ادي شكله مثلا ايه اجاي ازاز ولا جاي مهرمات جاي حشوات كل الكلام ده حضرتك بتحدد له لوحة للنجارة تمام كل الكلام دوت بتعمل له لوحة وبينزل يتوزع ثانيا التصميمات التنفيذية اللي احنا اتكلمنا عليها وتجهيز مستندات العقد اللي هي قرصة الشروط اللي احنا اللي بيبقى فيها قواعد العمل بتاعتي والشروط اللي احنا هنمشي عليها عشان محدش اختلف حضرتك نفسي في معادك تمام حضرتك اتأخرتي يبقى فيه شروط مكتوبة وممد عليها من الطرفين طب ثالثا استخراج ترخيص البناء يبقى حضرتك بعد ما بيتجهز التصميمات بتاعتك التصميمات المعمرية والتصميمات التنفيذية وعملتلي المؤسسة التسمينية تمام تمام المبلغ اللي حضرتك رصدته للمشروع مكفي تمام نبدأ ننتقل للخطوة خطوة تالتة اللي هو ايه استخراج الترخيص وحضرتك ما تقدرش تعمل تعديل للمبنى حضرتك ما تقدرش تعمل تعديل للمبنى تشيل حيطة تحط حيطة تشيل عمود حتى لو المبنى موجود ما تقدرش تلغي عمود او تشيل عمود او تشيل حيطة تركيز تجدد او حتى تجدد الوجهة اللي لازم تحصل على ترخيص من الايه من 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 الدولة تمام طيب بعد ما بتستخرج ترخيص البناء الخطوة اللي بعد كده رابعا اسناد التنفيذ لاحد المقاولين وذلك باحدة الطرق الاتية ابدأ بقى ايه خلاص خط الرخصة تمام تمام الدنيا كلها موافقة على الشغل بتاعي تمام هشتغل بالليل او هشتغل بالنهارة عشان مواصلات مسموح لي وكل الكلام ده اتحدد ابدأ اكلف المقاولين تبقى اكلف المقاول بناء علي او الطريقة ايه اول حاجة يا بشمهندس في عندي امر تكليف اللي هو التكليف المباشر وفي عندي طريقة طرح المناقصة اللي هو امر التكليف يا بشمهندسين اللي هو ايه باجع على بنتفق انا والمقاول انا قصاحب شغله او صاحب الموقع اتفاقت انا والمكتب الاستشاري عندي مقاول صمعته كويسة وزمته تمام تمام وبيعمل الشغل في مواعيده ومواعيده بالفكرة يبقى انا رايح له على الصمعة بتديله الشغل امر التكليف وبنقعد مع بعض احنا التلاتة بعد ما بكلفه وبنديله على امر التكليف ان انت هتنفذ الكلام ده نقعد بقى مع بعض بنود الاعمال اللي انت هتشتغلها ايه يا باش مهندس بنود الاعمال بنود الاعمال ديت يا باش مهندس مثلا هتنفذ الحفر طيب فلوس اديه عندي بند الخرصانة فلوس اديه كل الكلام دوت حضرتك بتروح ماضي على التكلفة بتاع كل بند من البنود لغاية ما تجمع المجموع البنود دي كلها تمام وبتتفق معاه فيه عندي طريقة المناقصة فيه عندي طريقة فيه طريقتين من المناقصة ايه هما منقصة عامة ومنقصة محددة منقصة عامة ان انا نزلها في الجريدة الرسمية انا نزلها في الجريدة الرسمية وكل المقاولين كلهم يخشوا ويشتروا كراس الشروط بس اما حاجة يبقى ليه سجل تجاري ده بالنسبة للمناقصة الايه العامة اما المناقصة المحددة ان انا هاجي مثلا على ستة سبعة او عشر مقاولين سمعتهم كويسة يبقى فيه سرعة منافسة ما بينهم يعودوا مع بعض يحددوا لي الاسعار اقل سعر واقل تكلفة هوافق عليه ونعرض الامر عليه حد عنده استعداد ان هو ينزل للتكلفة بتاعة الباش مهندس دوت هو هيعمل للتكلفة دي بمثلا ايه بميج جنيه فيه حد عنده استعداد ان هو ينزل للميج جنيه لو فيه حد وافق ممكن الاتنين يشتغلوا ويساعدوا بعض ويسندوا بعض ويقوموا للمشروع ده طريقة الايه اسناد التنفيذ وكده للأسف وقت حلقتنا انتهى هنكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة وتمنى ان انا ما قلتش قطلت عليكم واستفدنا النهاردة مع بعض ان شاء الله هنكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله ازاي كلام ده وتبيجيلي في الامتحان وازاي بيتحل حضرتك بتحله وتتعامل معا ازاي كل الكلام ده ان شاء الله هنكمله في الحلقة القادمة ان شاء الله والى اللقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته